موسيقى نشرة الأخبار مع علي السعدي أهلا بكم إلى نشرة أخبار الساعة وإلى عنوية الكاظم يوجه بالتحقيق في أحداث الناصرية الأخيرة وعبد الغن الأسد يؤكد من هناك أن مهمته محددة ومؤقتة لحين اختيار المحافظ المناسب موسيقى وزير الخارجية يبحث العلاقات العراقية الإيرانية في طهران وإيران تدين الهجمات الصاروخية الأخيرة في بغداد وأربيل وقاعدة بلد الجوية موسيقى أقلعت الطائرة العسكرية العراقية متوجهة للصين لكي يتجلب معها الوجبة الأولى إن شاء الله خلال يوم ويومين الوجبة الأولى من اللقاحات وبعد اتباعها ستصل من سينوفارم الصيني وأسترازينيكا من خلال كوباكس وكذلك إن شاء الله بعد إتمام كل المتعلقات القانونية بلقاح فايزا تسجيل أكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا والعراق يرسل طائرة لجلب أولى وجبات اللقاح المضاد للفيروس من الصين موسيقى البرلمان يعلن عن جلسة جديدة لا تحتوي التصويت على قانون الموازنة وكتلة نيابية تقترح 40 تعديلا وتلوح بمقاطعة التصويت موسيقى وتتابعون دوليا تحذير أممي بشأن تعرض نصف سكان اليمن إلى خطر المجاعة ودعوات للمجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته في مساعدة صنعة موسيقى موسيقى مرحبا بكم والبداية من آخر مستجدات ملف نصري حيث أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام القوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة أمنية عليا للتحقيق بالأحداث التي شهدتها المدينة في الأيام الثلاث الماضية خلية الإعلام الأمني أكدت في بيان أن اللجنة تضم كلا من الفريق الركن باسم أطائي وعضوية عدد من كبار وضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني وضاف البيان أيضا أن اللجنة وصلت مساء اليوم إلى ذيقار وبأشرة أعمالها للتحقيق بأحداث ناصرية وفي الناصرية أيضا عدد التظاهرات الاحتجاجية في المدينة بعد ظهر اليوم مراسل العراقية الإخبارية ذكر أن المتظاهرين الذين يطالبون بمحاسبة الفاسدين وقتلات المتظاهرين تجمعوا بالقرب من مبنى ديوان المحافظة وسط انتشار قوات الأمن وأشار إلى تسجيل صحة المحافظة خمس وعشرين إصابة في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية معظمها إصابات طفيفة ثم أكد انسحاب المتظاهرين من جسر الناصر وإعادة فتحه أمام حركة السيارات هذا وكانت الناصرية قد شهدت أمس وقوع صدامات بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن استشهاد أربعة متظاهرين وإصابة مئة بينهم رجال أمن أكد محافظ ذيقار الجديد عبدالغني الأسد التزامه بتهديئة الأوضاع في المحافظة والحفاظ على أرواح شبابها ووضع الأسس المناسبة لاختيار محافظ يحظى بمقبولية أبناء ذيقار بعيدا عن الضغوط السياسية والحزبية الأسد قال إنه سيسعى لتهيئة الأرضية المناسبة وبخطوات رصينا للبدء بالإعمار والبناء ومحاسبة الفساد واتخاذ القرارات الصحيحة لمصلحة أهالي ذيقار لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماما استثنائيا وكبيرا للمحافظة وأشار عبدالغني إلى أنه استمع لأفكار جيدة من المتظاهرين رافضا ورافضة للتخريب وقطع الطرق وحرق المباني وضاف أنه وجه بمنع استخدام الرصاص الحي وفق ما أصدره من بيان للقائد العام للقوات المسلحة وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف عبدالغني الأسد بإدارة محافظة ذيقار عقب إقالة المحافظ ناظم الوائلي وشكل الكاظمي مجلسا تحقيقيا بالأحداث الأخيرة التي شهدتها ذيقار لمحاسبة المقصرين فيما أعلن تشكيل مجلس استشاري من كبار شخصيات المحافظة لمتابعة الإعمار وإطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشكلة المحافظة هدوء حذر تشهده محافظة ذيقار بعد تصعيد أمني شهدته مدينة الناصرية تسبب بإصابة واستشهاد عدد من المحتجين ومنتسبي القوات الأمنية الأحداث دفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة تمهيدا لتنفيذ حملة إعبار كبرى في هذه المدينة ذيقار التي ينحدر منها مسؤولون تنفيذيون وتشريعيون وأمنيون وقادة في صنع القرار وضعها لا يسر صديق يأن أهلها تحت وطأة الفقر الذي ارتفعت معدلاته إلى أكثر من أربعين بالمئة من نسبة سكانها لم يتمكن المنحدرون منها من تحسين واقعها الاقتصادي المتردي المتمثل بالبطالة وانعدام فرص العمل للعاطلين والخريجين كما هو واقعها الخدمي الذي يكاد أن يخلو من البنى التحتية ووعود تنفيذية وتشريعية ما أكثرها لإيجاد حل لأزمتها اعتبار محافظة ذيقار مدينة منكوبة في نهاية الـ 2019 صوت مجلس النواب العراقي على اعتبار محافظة ذيقار محافظة منكوبة قرار نيابي مع وقف التنفيذ ولم يأخذ طريقه إلى التطبيق على أرض الواقع في المحافظة المنكوبة بوصف السلطتين التشريعية والتنفيذية على إثر التسويف والمماطلة في تلبية المطالب شهدت المحافظة خلال الأيام الماضية تصعيدا أمنيا بين المحتجين والقوات الأمنية أسفر عن استشاد وإصابة عدد من كلا الطرفين كلفت بإدارة مهمة محافظة ذيقار وسرعان ما اتخذ رئيس الوزراء إجراءات عاجلة تمثلت بتكليف محافظ جديد وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة لتمثل كما يقول الكاظمي مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة هدوء حذر تشهده المدينة ودعوات للتهدئة ومنح الإدارة الجديدة شوطا إضافيا عسى أن تنهض بواقع مدينة أخفق المنحدرون منها بتغييره علي الأحمد العراقية الإخبارية بغداد وعلى غيران الاحتجاجات في مدينة الناصرية قام عشرات المتظاهرين بإغلاق مبنى محافظة بابلة للمطالبة بإقالة المحافظ مراسل العراقية الإخبارية أشار إلى أن المحتجين يواصلون التصعيد باحتجاجاتهم من أجل الحصول على مطالبهم مؤكدا عدم وجود أي صدامات بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين ولم تشهد المحافظة سقوط أي جرحة والأوضاع تحت سيطرة القوة الأمنية وفي محافظة النجف الأشرف تظاهر العشرات وسط المحافظة احتجاجا على وقوع شهداء وجرحة في مدينة الناصرية خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة مراسل العراقية الإخبارية أكد أن المتظاهرين أعلنوا تضامنهم مع أبناء الناصرية مشيرا إلى قطع الطاقة الكهربائية في مناطق الاحتجاجات وقطع طلق رئيسة وسط المحافظة فيما شهدت التظاهرات إطلاق الغازة المسيل الدموع لتفريق المتظاهرين هناك أكد وزير الخارجية فؤاد حسين همية العمل بين العراق وإيران لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والارتكان لكل ما من شأنه خبض التوتر تحقيقا لمفهوم الأمن الجماعي حسين أشار في لقائه المستشار الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شبخاني إلى أن العراق لا يزال ياجه جماعات داعش الإرهابية وأن أي أعمال تضر بأمن العراق واستقراره ستعقد المشهد وتصرف الأولوية عن استكمال صفحات المواجهة مع داعش مثمنا موقف الحكومة الإيرانية الرافضة للضربات التي طالت المنطقة الخضراء في بغداد وأربيل وأقاعدة بلد الجوية من جانبه عرباء شمخاني عن التزام إيران بدعم العراق تجاه كل ما يعد تهديدا لأمنه مشيرا إلى أن الضربات التي طالت مواقع مختلفة في العراق مؤخرا من قبل جماعات مشبوهة تضر بسيادة العراق موضع إدانة ورفض من الحكومة الإيرانية وأجرى وزير الخارجية فؤاد حسين حواره مع نظره الإيراني محمد جواد ضريف بحث من خلاله الوضع الإقليمي وما يحمل من تفاعلات جديدة في ظل إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة فيما أكد الوزيراني استمرار التشاور في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وصولا لما يحقق مصالح للشعبين التعاون الثنائي من أجل تطوير العلاقات وبذل المزيد من الجهود المشتركة لتخفيف حدة التوتر في المنطقة هو عنوان لزيارة وزير الخارجي الدكتور فؤاد حسين لطهران زيارة هي الثانية خلال شهر تكشف عن حراك دبلوماسي دعت له الحكومة العراقية في ظل متغيرات متسارعة إقليميا ودوليا أن العراق هو يتأثر بالتغيرات الإقليمية ويحاول تحسين الظروف الإقليمية خدمة للعراق ولكل دول المنطقة هذا التعاون بين إيران والعراق بحاجة إلى تنسيق والزيارات المتتالية هي تأتي ضمن إطار رفع مستوى التنسيق لتوسيع العلاقات بين البلدين وأشار وزير الخارجية خلال لقائه بأمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن الأمن والاستقرار هما أساس التنمية الاقتصادية والازدهار في البلدين وقد تداولت المباحثات ملفات التبادل التجاري والمصرفي وسداد الديون والتعاون الأمني والسياسي العراق مقبل على مرحلة إعمار وأعتقد بعد تشكيل الحكومة القادمة وبعد الانتخابات القادمة العراق بحاجة إلى تعاون مع دول الجوار للإعمار والمشاريع البنيوية التي يحتاجها وأكد الوزير فؤاد حسين أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا أكبر بين البلدين وحذر المسؤولون الإيرانيون من أجندة تسعى لتخريب العلاقات الوطيدة بين البلدين واستهداف الأمن العراقي متغيرات تستدعي المزيد من التعاون والتفاهم الثنائي والإقليمي يرى المراقبون ضرورة تحفيزها من خلال الزيارات المتبادلة دولة الزهار العراقي الإخبارية طهران يستعد العراق لاستقبال زيارة البابا يوم الخامس من الشهر المقبل والتي تعد بوابة تاريخية لما تمثل دعم للبلاد في المجال الاقتصادي والتجاري في المنطقة والعالم الأوسط الدينية أعلنت ترحيبها بهذه الزيارة كونها تهدف إلى مواجهة تطرف وتعزيز التعايش بين مختلف الطوائف والأديان زيارة بابا الفاتيكان التاريخية للعراق تمثل دعما كبيرا له في المحافل الدولية وعلى أعلى المستويات وتؤكد وحدة الموقف الإنساني المتضامن مع بغداد في مواجهة التطرف ونبذ الصراعات وتعزز التنوع الديني والتعايش بين الجميع نقول أهلا وسلم ومرحبا بالبابا والعراق اليوم إن شاء الله هو بما أنه مهد الحضارات وإبراهيم عليه السلام وأور وآشور وكذلك أن العراق سبحان الله من نعم الله على هذا البلد أن فيه يكثر الأنبياء والأولياء فالبابا لم يأتي إلى دولة غريبة لا هو جاء إلى مهد الحضارات ومهد الأنبياء سوف تفتح آفاق كبيرة آفاق تجارية آفاق اقتصادية وتدعو إلى التعايش السلمي وحقيقة نتقدم بالشكر الجزيل إلى زعماء الطوائف بدعمهم إلى هذا المشروع الوطني الذي يدعو إلى التعايش السلمي ما بين أطياف العراق كافة الأوساط الرسمية والشعبية في البلاد أعلنت عن ترحيبها بزيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية للبلاد والتي تعد الأولى له منذ تفشي جائحة كورونا في العالم كما ستكون غير مسبوقة ونادرة الحصول إذ ستشمل خمس محطات لخمس محافظات مختلفة في جميع أرجاء البلاد تمثل فد رسالة وفد محطة جدا مهمة للعراق والبلد للمنطقة فتشكل هذه الزيارة فد فرصة تاريخية لتسليط الضوء على المنطقة لأن العراق معروف بوجود أماكن مقدسة كثيرة في هذا البلاد فأكيد نحن جدا سعداء بقدوم البابا فرانسيس إلى العراق قلوبنا مفتوحة قبل أبوابنا وذلك من أجل التسامح وجعل الأمن والأمان في داخل العراق وتحب التأسر بيننا وبين الأخوة المسيحين التسامح التعايش المحبة والسلام ورسائل أخرى عديدة تبعثها الزيارة التاريخية للحبر الأعظم والتي يعتزم القيامة بها لأرض الرافدين مهد الحضارة الإنسانية ومنطلق الأديان السماوية معيد الفرطوسي العراقية الإخبارية بغداد ينضم معنا عبر الهتف المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف أهلا بك سيد أحمد بداية ما هي أبرز الملفات التي تطرق لها وزير الخارجية خلال زيارته إلى طهران ولقائه مع مجموعة من الشخصيات السياسية في إيران شكرا جزيلا لكم معالي وزير الخارجية دكتور فؤاد حسين رتقة وبد دبلوماسي رفيع المستوى مع أيضا مدير المصرق العراقي للتجارة سيد سالم الشلدي زار اليوم صباحا العاصمة الإيرانية طهران هذه الزيارة هي الثانية من نوعها ضمن مدة وجيزة سبقتها زيارة ذات طابع ثنائي إلى المنبكة العربية السعودية وسبقت هذه الأخيرة حضور اجتماعات طارئة على مستوى الجامعة العربية في المستوى الوزاري ناقشت قضايا ذات طابع متعدد في الشؤون العربية الزيارة إلى طهران تأتي في إطار حراك دبلوماسي واسع يكرس لتوازن واستقرار ويبني على مصالح مشتركة ومتعددة مع كل الأطراف الهدف منه بناء نسيج من التوازن يدرك التحديات مع دول المنطقة ويشارك الفرص الممكنة في ذلك الزيارة بحثت العلاقات الثنائية أهم الملطات وسبل الدفع بها بما يحقق مصالح الشعبين الجارين معالي الوزير التقى أيضا الأمين العام للأمن القومي الإيراني السيد علي شمخاني وكذلك التقى بنظيره الإيراني محمد جواد ضريف شهدت المباحثات حوارات معمقة وموسعات تتعلق بالأخطاء طيب سيد أحمد ماذا عن ملف صادرات الغاز الإيراني للعراق هل تم بحث هذه المشكلة هل عرضت على طاولة النقاش وتم التباحث بشأنها كل المتغيرات المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين كانت على طاولة الحوار وبالتأكيد نتشارك وعي التحديات بشكل معمق وكانت هناك حوارات حقيقة اتسمت بواقعية مفرطة هناك حالة من الاستجابة المتبادلة بين الجانبين بناء على الفرص الممكنة ما يتعلق بموضوعات تبادر الدعم على مستوى الطاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية جددت دعمها لحكومة وشعب العراق في كل المجالات وعلى كافة الصعود الدفع بمذكرات التفاهم التي كانت قد أضرمت من ذي قبل بين الجانبين بشكل برامج ضمن مدد قصيرة ومتلاحقة السيد الوزير أيضا أشار في حواراته مع الشخصين شمخاني ونظيره الإيراني إلى الأمن الإقليمي وسبل دعمه والتكريس للتوازن والعمل على تجنب التصعيد وخفض التوتر والجانب الإيراني أبدأ الرفض والإدانة المطلقة للضربات الأخيرة التي طالت مناطق في بغداد وقاعدة بلد الجوية ومقتربات من مطار أبيل وحتى الجانب الإيراني منهم مسؤولين سياسيين وأمنيين أيضا رفيعي المستوى طيب سيد أحمد أنا حتى أستثمر وجودك بشكل جيد في موضوع آخر يخص بزيارة البابا فرانسيس استعدادات كلش كبيرة واليوم المسؤولي ربما تقع على عاطق وزارة الخارجية بشكل جدا كبير أين وصلت هذه الاستعدادات لاستقبال البابا في بغداد في الخامس من الشهر المقبل كيف تجرى الأمور حتى الآن وجه دولة رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة وطنية عليا مهمتها التنظيم والتنسيق والإشراف وتيسير زيارة قداسة البابا فرانسيس الأول إلى العراق المزمع أن تكون من الخامس إلى الثامن من الشهر القابل بإذن الله الزيارة كما تعلمون ستكون تاريخية واستثنائية وهي الأولى من نوعها لجان فرعية متعددة انبثقت عن لجنة الأمر الديواني لجان تتعلق بالمراسم والإعلام والدعم اللوجستي واللجان الأمنية ورئيس اللجنة وكل الفرق الفرعية تحشد الجهود الوطنية عبر المؤسسات الوطنية العراقية للتكريس لتوفير كل المتطلبات الكثيرة لإنجاح هذه الزيارة المحطات ستكون في أور ثم منجة الأشرف وبغداد ورقوش وأربيل وكذلك الموصل محطات متعددة لزيارة البابا سيد أحمد أنا أشكرك شكرا جزيلا كنت معي من طهران عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سيد أحمد الصحاف شكرا لك سيد أحمد جلسة جديدة يعقدها البرلمان غدا لإثنين لمناقشة عدة ملفات باستثناء مسودة القانون التي تخضع للدراسة من قبل الحكومة بعد التعديلات التي أجريت عليها من قبل اللجنة المالية النيابية فضلا عن عقدة حصة إقليم كردستان فيها لم تدرج مسودة قانون الموازنة ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل لانتظار المجلس رد الحكومة على التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على القانون وما ترتب عليها من جنبة مالية ومناقلات في أبواب الموازنة قد لا تتلاءم مع خطط الحكومة التنموية للعام الحالي إضافة إلى ما يتعلق بفقرات الإقليم وغياب التوافق حيالها ما موجود في الموازنة ملتزمة بحكومة الإقليم وملتزمة بالحكومة الاتحادية كمقترح المشروع في حال صار أي تعديل عليه فالمفروض الحكومة الاتحادية نفسها يكون عدل علم بالتعديل الذي صار وحكومة الإقليم أيضا خاصة إذا صارت التزامات أكثر على حكومة الإقليم فهذا الموضوع يحتاج مناقشة أيضا مع حكومة الإقليم نفسها من داخل اللجنة المالية في حال إذا صار مقترح التزامات أخرى على إقليم كردستان كتلة النهج الوطني النيابية وخلال مؤتمر صحفي اشترطت حزمة من التعديلات على مسودة الموازنة ملوحة بمقاطعة التصويت على القانون إذا لم يتم الأخذ بها منها تسليم أقليم كردستان 490 ألف برميل نفط يوميا إلى شركة سومو وإلغاء الفقرة التي تلزم الحكومة بتزديد قروض الأقليم التزام أقليم كردستان بتسليم 460 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية سومو حصرا وكذا يسلم ما زاد على تلك الكميات وجميع الإرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام للإقليم لا يجوز تزديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية وفي ظل إسرار الأطراف المتفاوضة على مواقفها لم يبقى أمام مجلس النواب سوى خيار التصويت بالأغلبية السياسية أو تأجيل الفقرات الخاصة بإقليم كردستان إلى موازنة تكميلية وفق نواب أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد تواصل مفوضية الانتخابات عملية تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين في الانتخابات من أجل إرسالها إلى هيئة المساءلة والعدالة للتدقيق والتأكد من شهاداتهم الدراسية ليتم بعد ذلك التصديق عليها في مدة أقصاها الأول من آيار المقبل صوب مفوضية الانتخابات تتجه الأنظار حيث حرق تسجيل التحالفات والأحزاب وبانتظار المزيد منها في قابل الأيام لإتمام العدد وإرسال الأسماء إلى هيئة المساءلة فضلا عن تدقيق القيود إن وجدت والتأكد من شهاداتهم الدراسية للمصادقة على ترشيحهم بمدة أقصاها الأول من آيار المقبل وتسلم قوائم المرشحين في السابع عشر من نيسان سهلت المفوضية عملية تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية بمنحهم الإجازة المشروطة أي راجعون دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية ويمنحون إجازة مشروطة لحين استكمال وورود الإجابة من الإدلة الجنائية من المساءلة والعدالة من النزاهة من التربية من التعليم وبعدها سيكون هناك قد يكون هذا يمنح إجازة صحيحة أو قد تلغى هذه الإجازة المشروطة بحسب ما يرد لدى المفوضة من هذه الجهات ولم تخل الساحة من الحديث عن التحديث البيومتري والدائرة الواحدة لتتصدر مسألة سير العملية الانتخابية بانسيابية حديث نواب وهو حال كل من يريد الدخول في سباق المجلس النيابي كون القانون الذي أقره البرلمان مؤخرا ضبط إيقاعا جديدا للانتخابات المقبلة تأكيد على البيومتر حتى لا يتم استخدام البطاقة الألكترونية نحن نرى بأن طالما أغلب الكتل اليوم مستعدة لإجراء التزوير وأن الحرب عصيبة جدا في هذه الانتخابات أجد بأن لا بد ما دام القانون حصر الدوائر الانتخابية أن يكون هناك بايومتري وعد يدوي في كل دائرة انتخابية وإعلان النتائج عن هذه الدائرة انتخابية لحسب موضوع إجراء التزوير في هذه الانتخابات وفي الوقت ذاته تؤكد المفوضية إجراء تسهيلات للمرشحين تمثلت في تخفيض مبالغ التأمينات للمرشح من خمسة ملايين إلى مليوني دينار فضلا عن تقليل تكاليف التحقق من الأهلية التي أصبحت 167 ألف دينار ما يتيح فرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين للمشاركة في الانتخابات من بغداد سجا جاسم العراقية الإخبارية تتواصل إجراءات الحظر الصحي الشامل في عموم المحافظات العراقية عدى إقليم كردستان شبكة مراسلي قناة الإخبارية العراقية أكدوا وجود التزام واضح بإجراءات الحظر الشامل وأشاروا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة في إطار مواجهة جائحة كورونا في البلاد أشهد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنى بحملات التوعية التي تقوم بها وسائل الإعلام والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية متمثلة بشرطة المجتمعية فيما يخص حظر التجوال في عموم البلاد المحنى وفي نشرة سابقة أضح أن هذه الحملات أسهمت بشكل كبير في التزام المواطنين بالإجراءات الصحية اليوم الحملات التوعية سواء التي تقوم بها وسائل الإعلام العراقية الوطنية أو من خلال المؤسسات كوزارة الصحة أو حتى وزارة الداخلية من خلال الشرطة المجتمعية وحاملاتها التوعية أعتقد أثبتت أنه قدرت توصل للمواطن وهناك نوعا ما التزام أكثر من الالتزام في المرات الأولى في الحالة الأولى من الوباء كل الإجراءات التي تصدر تحديدا من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعادة هذه اللجنة تصدر قراراتها على ضوء المعطيات التي تردها والتحذيرات من وزارة الصحة وكذلك المدى الصعود أو نزول في أرقام الإصابات مع فرض حضر التجوال الصحي للحد من انتشار جائحة كورونا إلا أن العديد من مناطق العاصمة والاسيمة الشعبية لا تلتزم سكانها لا يلتزمون بالبقاء في المنازل على الرغم من انتشار فرق وزارة الصحة الجوال التي تحاول توعية المواطنين بالمقابل تشهد مناطق أخرى التزاما واسعا مع تأكيدات من نجدة بغدادة على محاسبة المخالفين في ذلك هناك إصابات شديدة بالنسبة إلى الأطفال والشباب بينما تواصل وزارة الصحة المطالبة بالالتزام بالحضر الوقائي تلتزم بعض مناطق مركز العاصمة فقط بالتعليمات الوقائية والغلق الجزئي ففي مناطق الكرادة والمنصور ومناطق معدودة أخرى يسجل الحضر أعلى مستويات التطبيق وسط التزام عالي المستوى من أهالي تلك المناطق ومحاسبة شديدة من القوى الماسكة لها للمخالفين دوريات منتشرة في عموم قاطع الكرادة على مدى 24 ساعة مبدأنا الأول هو تقديم الخدمة والمساعدة للمواطن الأكثر من أننا نحاسبة نحثها على لبس الكمامة نحثها على التباعد الاجتماعي خاصة داخل العجلة وفي مقرارات خلية الأزمة وأمر سيد رئيس مجلس الوزراء المحترم تعميمها على كافة المواطنين الحالات المخالفة نحن نبدأ نطبق القانون طبعا أكيد وفي قجراءات الأصولية تسليم المركز للشرطة يناجزان قانوني تطبيق الحضر يبدو مختلفا في مناطق أخرى من بغداد مثل أبو تشير والصحة وشارع ستين وشرق القناة وأغلب المناطق الشعبية حتى أن الحضر يوصف فيها بالمحظور بينما تحاول الفرق الصحية جاهدة توعية قاطنيها لكن يبدو أن لا جدوى لذلك نعمل ضمن إطار مقررات خلية الأزمة نعمل على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والاتزام بارتداء الكمامة الطبية نحاول أن نساعد العالم قدر الإمكان أيضا نحاول أن نفرض غرامات على المتخالفين الممتزمين بالتباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامة الطبية يغرم 25 ألف دينار ويطالب مواطنون أن تطبق إجراءات الحضر الوقائي في جميع مناطق العاصمة بغداد دون استثناء أو تهاون بغية النجاح بتقليل عدد الإصابات بكورونا ومغادرة الغلق الجزئي ويعادة الأفعال الحياتية إلى طبيعتها من بغداد ياسر عامر العراقية الإخبارية وفي الموقف الوبائي سجلت وزارة الصحة والبيئة 3543 إصابة جديدة بفارس كورونا في عموم محافظات البلاد الصحة أشارت أيضا إلى وفاة 18 حالة إثر مضاعفات الإصابة بالفيروس في حين تماثل لشفاء 2820 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية مع إعلان وزارة الصحة قرب وصول لقاحات كورونا إلى العراق أقلع الطائرة عسكرية متجهة إلى الصين لتوريد الوجبة الأولى من اللقاح خلال اليومين المقبلين فيما قالت وزارة الصحة أن اللقاحات الأخرى ستبدأ بالوصول في المدة المقبلة ومنها لقاح فيزر بعد إتمام الإجراءات القانونية وزارة الصحة تعلن انطلاق أول رحلة جوية إلى جمهورية الصين الشعبية لتوريد اللقاح الصيني الخاص بمعالجة وباء كورونا الوزارة أشادت بمستوى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية الصحية خلال تطبيق إجراءات الحظر الوقائي أقلعت الطائرة العسكرية العراقية متوجهة للصين لكي تجلب معها الوجبة الأولى إن شاء الله خلال يوم أو يومين الوجبة الأولى من اللقاحات وبعدها اتباعا ستصل من سينوفارم الصيني وأسترازينيكا من خلال كوفاكس وكذلك إن شاء الله بعد إتمام كل المتعلقات القانونية بلقاح فايزر بالنسبة لمستوى الالتزام بكل صراحة اللي لاحظنا من خلال الجولات الميدانية للسيد الوزير في بغداد والمحافظات أمسكان في الأنبار وقبلها في جانبي بغداد كرخ ورصافة وكذلك كل الدوار الصحة أشرنا مستوى التزام أفضل وتفاعل أفضل من تجربتنا السابقة المريرة حقيقة مع تجربة حضر التجوال الجزئي أو المناطق أو الشامل فيما أكد مدير صحة بغداد الرصافة استعداد جميع المشافي والمراكز الصحية على استعاب جميع حالات الإصابة بوضاء كورونا مشيرا إلى تعافي أعداد كبيرة من المصابين ووجود أسرة شاغرة في عدد كبير من مشافي جانب الرصافة في حال ارتفاع أعداد المصابين هذه المراكز على أهبة الاستعداد للاستقبال كافة المرضى المصابين وكذلك حتى الحالات المشتبهة بها موجود أطباء مدربين وملاكات صحية وتمريضية ومختبرية وإدارية الحمد لله نحن اليوم في هذه الجولة لاحظ ما أكو تحسن كبير في حالات المرضى صح أكو عندنا حالات حارجة ولكن أكو تحسن كبير من خلال البروتوكولات العلاجية المتميزة التي قام بها علمائنا وأطبائنا وكذلك السعى الاستيعابية لمؤسساتنا قادرة الحمد لله لحد الآن على استيعاب الأعداد الكبيرة عندنا في مركز الحياة هناك أسرة شاغرة في مستشفى ابن الخطيب أسرة شاغرة في مستشفى العطاء حتى في هذا المركز هناك أسرة شاغرة والحمد لله وتؤكد وزارة الصحة ضرورة الاستمرار بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية المتمثلة بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات البشرية وأن التزام المواطنين بهذه الإجراءات سيكون كفيلا بخفض أعداد الإصابات من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية صحة ميسانة حذرت المواطنين من فقدان السيطرة على تفشي فيروس كورونا جراء عدم الالتزام بالإرشادات الصحية في وقت تواصل الأجهزة المختصة جولاتها الميدانية لمراقمة مدى تطبيق مقاررات خلية الأزمة في المحافظة الإدارة الصحية في ميسان تطلق تحذيرات جديدة من فقدانها لسيطرة على تفشي جائحة كورونا بموجتها الثانية في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية هذه التحذيرات التي أطلقتها المؤسسات الصحية في ميسان رغم جاهزيتها الكاملة منح تأمين السعة السريرية والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى مع وجود الخطة البديلة لأي حالة طارئة جاءت نتيجة الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية ما ينذر بخطورة الموقف الوبائي في المحافظة رغم الاستعدادات الكبيرة لدائرة صحة ميسان من توفير الردهات أكثر من 300 سرير الآن جاهزة لاستقبال الحالات أكثر من 30 ألف لتر من الأوكسجين السائل ومئات القناني الأوكسجين الأدوية المختلفة الكوادر المستعدة لكن هذا لا يدعو إلى الراحة نحن قلقون نتيجة للحالات الكثيرة من الأصابات في المحافظات المجاورة بدت الحملة ثانية من الوباء بالانتشار وهذا يسترعي الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطن الميساني فيما تواصل القيادات الأمنية والصحية جولاتها الميدانية لمتابعة ومراقبة مدى التزام المواطنين بالحضر الصحي الوقائي واتخاذ جملة من العقوبات والغرامات المالية المفروضة على المخالفين فضلا عن استمرار حملات التوعية والتثقيف بخطورة الوباء وأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الخطة محكمة وجيدة وأتت في نتيجة إيجابية وكان هناك تجاوب لكثير من أصحاب المحلات وأصحاب المولات والأسواق العامة العامة في الاستجابة في الاستجابة والحمد لله الوضع جيد جدا لحد هذه اللحظة سيدة بديري العراقية الإخبارية ميسان بهدف رفع مستوى اقتصاد محافظة نينوى وعودة الاستقرار إليها تسعى الحكومة لجذب الاستثمار في مدينة الموصل عبر إنشاء مصفا نفطيا بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل في القيارة بعد تأهيله بالشكل كامل فيما ينتظر أن يصل وفد رسمي من لجنة الطاقة إلى المحافظة بهدف الإطلاع على واقع المحافظة هناك بعد إتمام تأهيل حقل ومصفى القيارة النفطية بدأت الحكومة العراقية توجهها باستقضاب الاستثمارات إلى محافظة الموصل بينها مساع لبناء مصفات بطاقة 70 ألف برميل تصريحات خاصت بها وزارة النفط العراقية الإخبارية عقب زيارة الوفد الرسمي للطاقة محافظة نينوى ضمن جهود إعادة الحياة إلى قطاعي النفط والطاقة بعد أعوام على تحرير مدينة الموصل الآن نعمل على استقطاب الاستثمارات لبناء مصفات بطاقة 70 ألف برميل في القيارة وبالتالي هذا رح ينعكس إيجابياً على الواقع الاجتماعي في المحافظة وأيضاً رح ينلبي احتياجات من المصفة وقد تم إنجاز أمبوب النفطي بطول 22 كيلو متراً لضخ الغاز إلى محطات الطاقة الكهربائية بطاقة 130 مليون قدم مكعب قياسي يومياً محافظ الموصل نجم الجبوري كشف أن المناطق القديمة والسنجار والقرى التابعة لها لازلت بحاجة إلى الكثير من الاهتمام في مشاريع الإعمار بعيداً عن الاعتماد فحسب على الخصخصة الحكومية للمحافظة أكيد نحتاج إلى الكثير محافظة نينة وخرجت من معارك شرسة وقبل المعارك عصابات داعش دمرت كثير من البنى التحتية يعني الدوار الحكومية تقريباً معظمها دمرت عدنا في المنطقة القديمة دمار كبير وأيضاً في قضاء سنجار والقرى التابعة إلى عدنا دمار كبير فهذه تحتاج إلى نظرة خاصة بالميزانية خارج إطار النسب السكانية وزارة النفط كشفت أن محافظة نينوى وضمن العام الحالي 2021 لا تعاني من أي أزمة في المشتقات النفطية وقد خص جانب من الوفد الرسمي إلى محافظة الموصل العراقية الإخبارية أن جميع حاجة مدينة الموصل من الإسفلت تم الإعاز بتوفيرها وبإشراف مباشر من الحكومة المركزية ببغداد سابرين كاظم العراقية الإخبارية بغداد مشاريع استراتيجية نفذت في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد أبرزها عمليات إكساء الشوارع ومشاريع الصرف الصحي والتي تمهد لاستكمال مشاريع أخرى تسهم في وضع حد لمعاناة أهالي القضاء التي تتفاقم ولا سيما في كل موسم الشتاء بعد مناشدات ومطالبات أهالي قضاء المدائن بإحالة مناطقهم إلى مشاريع خدمية بسبب النقص الحاصل فيها اليوم تنفس مواطنها السعداء إذ استكملت مشاريع الصرف الصحي التي تعد الأساس لأعمال خدمية مستقبلية حسب الأهالي الذين عانوا الكثير من الإهمال المدائن قابلت شان التعبانة كل شي لا تبليط لا خدمات لا كل شي ما بيها يعني اللي يطلع عن المدارس أطفاني والله ثلاثة ربعة ترجع كل هطين بس من فضل الله الحمد لله وشكر يعني سونا مناشدات والتبليط يعني بالنسبة للمدائن أنا شوفها يعني هو يحسن مناطق من بغداد المجاري موجودة الحمد لله بخير تبليط موجودة بخير والأمور كلها أوكي ماكو كل عوزة والقضاء كلها باستقر مدارس شوي قليلة عدنا عدنا مصرصفات عدنا محتاجيها مجاري محافظة بغداد المعنية في نصب محطات المعالجة والرفح ومد شبكات الصرف الصحي استطاعت أن تمد أكثر من 28 كيلو مترا مربعا من أنابيب الصرف الصحي وفق خطط مدروسة مشاريع المجاري هي الثمرة الحقيقية لتقديم الخدمات وهي البنية الأساسية ما لم يكن هناك مشروع مجارس تراتيجي محال ومنفذ وداخل في الخدمة لا يستطيع الزملاء في مديرية بلديات بغداد توفير الخدمات والبنى الفوقية فنحن نحتاج إلى دعم لهذه المشاريع ودعم إلى المنظومة العملاقة لخلف المانهولات والقليات عادة المواطن والإعلام والأخوة المسؤولين يهتموا في موضوع الطفح والانسدادات والفيضانات هذه الشبكات تصف في محطات رفع هي محطات ضخ أربع محطات لأمطار بطاقة استيعابية 5600 متر مكعب بالساعة وشبكات الصرف الصحي تصف في محطات الصرف الصحي اللي هي محطين طاقة الاستيعابية التصميمية لها 2400 متر مكعب بالساعة مشاريع استراتيجية أخرى قيد التنفيذ في أطراف العاصمة في ناحية اليوسفية والطارمية والنهروان وسبع البور ستشهد تلك المناطق حملات إعمار لتقليل العبئ عن المواطنين من مناطق مهملة غير مخدومة إلى مشاريع البنى التحتية مشاريع مياه الصرف الصحي والأمطار إضافة إلى إكساء الشوارع شمل بها القضاء من قضاء المدائم في بغداد محمد العيداني العراقية الإخبارية دولياً ومن اليمن قالت الأمم المتحدة أن حوالي 16 مليون يمن يمثلون أكثر من نصف السكان يعانون الجوعة تقرير للأمم المتحدة أوضح أن حوالي 80% من اليمنيين يحتاجون للمساعدة وأن 400 ألف طفل دون سن الخامس يعانون من سوء التغذية الحاد وعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن تتمكن غداً لإثمين من جمع نحو أربعة ملايين دولار في اجتماعاً جديد لإعلان التعاهدات يأتي ذلك مع تحذيرات أطلقتها أو أطلقها مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة مارك لوكوك من أن خمسة ملايين من هؤلاء اليمنيين على شفى المجاعة قتل خمسة سوريين وأصيب ثلاثة عشر آخرون بانفجار لغم بريف حمى الشرقي وكالة الأنباء السورية الرسمية ذكرت أن لغم من مخلفات الإرهابيين انفجر بسيارة تقل عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمى بريف حمى الشرقي مما أدى إلى سقوط القتلى والجرحة فيما أفادت أن مصدراً طبيياً أشار إلى أن القتلى هم خمس نساء وعدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب حالة بعض المصابين الحريجة في شأن منفصل أعلنت وزارة النفط السورية أن أحد خطوط الغاز تعرض لاحتداء في ريف دير الزور من دون تحديد طبيعة هوية الاحتداء الوزارة قالت أن خط غاز الجبسة الريان تعرض لاحتداء في منطقة أبو الخشب التابعة لريفي دير الزور اتذلك بعدما أعلنت الوزارة أنها سيطرت على اندلاع الغاز الذي حصل في بئر الشريفة في المنطقة الوسطى دعا البتريك الماروني الكاردنال مار شار الراعي إلى عقد مؤتمر دولي خاص في لبنان برعاية الأمم المتحدة للمطالبة بإنقاذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والسياسية الرعي قال في كلمة له أمام حجد كبير من لبنانيين في بكركي إن طلب عقد المؤتمر الدولي جاء لأن كل الطروحات رفضت حتى تسقط الدولة ويتم الاستلاء على مقاليد السلطة مشيرا إلى أن لبنان تواجه حالة انقلابية بكل معنى الكلمة وعلى كل ميادين الحياة وعلى المجتمع اللبناني أعلن الجيش اللبناني تسجيل خرقين جوية لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب القيادة ذكرت في بيان أن الخرقين تخلى لهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب مشيرة إلى أنها تتابع موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمص البقية وفي ختام دورة مجلس الأمن أكدت أسطونيا وفرنسا وإيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة أنها تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل حديثا فيما عبرت تلك الدول عن القلق أيضا من عواقب هذه القرارات على مجتمع يضم حوالي سبعين شخصا بينهم واحد وأربعون طفلا أكد مدير عام وكالة الطاقة الإيرانية علي أكبر صالحي أن بإمكان بلاده زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60% بسرعة نسبية صالحي أشار إلى أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 20% في غضون ساعة ويمكن أن ترفع المستوى إلى 60% في المدة الزمانية نفسها مشيرا إلى أن وكالة الطاقة أنتجت 25 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في أقل من شهر وهي بصدد إنتاج ألف جهاز طرد مركزي سريع أقر مجلس النواب الأمريكي خطة الرئيس جو بايدل لمواجهة تداعيات الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا وسائل أعلام أمريكية أكدت أن مجلس النواب يمضي في القرار أو في إقرار هذه الخطة مبينة أن الخطوة المقبلة ستكون نظرا لمجلس الشيوخي في الخطة التي ستشمل تخصيص قرابة تريليوني دولار لغرض هذا القرار أعلن حاكم ولاية نيجر شمال وسط نيجرية إطلاق سراح 42 شخصا بينهم 27 طالبا كان قد اقتطفهم مسلحون من مدرسة داخلية في الولاية الأسبوع الماضي يتذلك بعد يوم من عملية اقتطاف أخرى نفذها مسلحون في شمال غربي البلاد حيث قاموا بخطف 317 طالبا من مدرسة حكومية ثانوية للبنات وأخرا علنت السلطات الهندية ارتفاع ضحايا انهيار سد الهند إلى 72 قتيلا ومئات الجرحى فيما لا يزال البحث عن المفقودين جاريا حتى الآن الشرطة الهندية أكدت انتشال 72 جثة و30 جزءا من الأشلاء البشرية من مختلف الأماكن مضيفة أنه تم التعرف على جثة واحدة من الجثث فيما يجري تحليل الحمض النووي للجثث التي لم يتم التعرف عليها فيما تابعت أنه تم الإبلاغ عن فقدان 205 أشخاص حتى الآن في قسم شرطة جوشي ماث ختم النشر إلى عنوليها الكاظم يوجه بالتحقيق في أحداث الناصرية الأخيرة وعبدالغن الأسد يؤكد من هناك أن مهمته محددة ومؤقتة لحين اختيار المحافظ المناسب وزير الخارجية يبحث العلاقات العراقية الإيرانية في طهران وإيران تدين الهجمات الصاروخية الأخيرة في بغداد وأربيل وقاعدة بلد الجوية